موسيقى 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 السلام عليكم مرة ثانية عزيزي المشاهدين شلونكم شخباركم كل عام انتم بخير وعساكم من عوادة واهلا فيكم مرة ثانية في حلقة جديدة في حلقتنا اليوم راح نتعرف على كيفية فصل الغناء او صوت المغني من اي اغنية انت سمعتها او اي اغنية مرت عليك ما وصيكم طبعا كالعادة قبل ما نبتدي الحلقة تواصلوا معي من خلال قنوات التواصل الموجودة قدامكم مع الشاشة واذا عندكم اي استفسارات ممكنكم تتواصلوا معي وان شاء الله اقدر اجاوب عليها كلها وما وصيكم مرة ثانية زر اللايك والاشتراك في القناة اوكي خلينا نشوف حين شو نقدر نفس الصوت المغني عن اي اغنية طبعا وانا قاعد اجهز حق هاي الفيديو اذكرت ان اليوتيوب قوانين جدا صارمة على موضوع الكوبيرايت او حقوق الملكية الفكرية حق الاغاني فكت احاول قد ما اقدر ان اكون حذر في موضوع اختيار الموسيقى فما قدرت اختار الاغاني المشهورة الاجنبية او العربية عساس لا يحطون لنا على هالفيديو كوبيرايت سترايك ويوهقوننا بعدين مياهم فانا اخترت اليوم مقطوعة جدا بسيطة هي عبارة عن كورال مع الات واترية والات موسيقية اخرى عشان يبين موضوع فصل الموسيقى عن الغناء او الفوكلز اوكي خلونا نسمع مع بعض حين المقطوعة مثل ما هي بدون منسوا فيها اي شي اشتركوا في القناة اوكي مقطوعة جدا بسيطة واضح انها فيها كورال وفيها الات اخرى طبعا المقطوعة طويلة بناخد منها جزء بسيط خلنا اخد ممكن نقول هاي الجزء اللي هني باش بسوي ميوت حق الاجزاء الثانية عشان يكونوا مواضحين نكبر الشاشة شوي احين صار عندنا هاي المقطوعة هني شنو بنسوي وشنو البرنامج اللي راح نستخدمه طبعا برنامج ار اكس هو البرنامج اللي راح يساعدنا في هاي الشغلة بشكل جدا سهل وبشكل جدا دقيق فحنا شنو بنسوي احنا بناخد هاي الصوت بناخد هاي الملف الصوتي بنودي حق ار اكس عشان نسوي التعديلات اللي احنا نبيها عليه ونرجع مرة ثانية في برو تولز اول شي بسوي هو ان انا بروح حق ال اوديو سويت فوق في المينيو ونروح حق ايزوتوب واختار ار اكس برو كونكت بيبلي هاي الشي بها الطريقة في خطوة طبعا لازم اسويها هني اذا انتهى اول مرة تستخدم هاي الطريقة واذا كنت ايضا مستخدم حق البرو تولز لازم يكون عندنا اوكزليري تراك عشان نقدر نسمع فيه من برنامج الاركس فانا شنو بسوي بسوي له نيو تراك اقول له ستيريو تراك اروح حق اوكزليري امبوت او يسمي مثلا نسمي playback اوكزليري تراك اي بعدين عندي على الاوكزليري تراك نفسه واروح حق البلاجينز اختار ايزوتوب واروح حق الاركس برو مونتر هاي شو يسويلي بخليلي نوع البلاجين موجود على التراك هذي عشان اسمع منه الصوت اللي جاي من اركس طبعا حي مكتوبنا هو disconnected بس اول ما اختار انا الصوت اللي بيوديه حق اركس وقول له send بيفتح لي هاي الشاشة بهاي الطريقة هذي هو الميوزيك تراك اللي احنا سمعناه قبل شوي صارت الخطوة الاولى شنو هي ان احنا اخترنا الملف الصوتي او المكان اللي حننبيه وفتحنا آركس ووصلنا الاوديو بالبرنامج مال الاركس فتحنا داخل البرنامج لما نيحنا داخل برنامج آركس في خاصية حلوة اسمها ميوزيك ري بالانس شنو الميوزيك ري بالانس الميوزيك ري بالانس مثل ما انتوا شايفين هني يعطينا اربع خيارات اللي هي الفوكلز والبيس والبركوشن والآلات الاخرى فاذا انا بس بغيت صوت الفوكلز اخلي الفوكلز على الزيرو واشيل باقي الآلات كلها اللي موجودة الحلو في آركس واللي اختلف عنه وعن المواقع اللي بست قولك انه هي راح تفصل الصوت عن الموسيقى هو ان آركس يعطيك مو بس الصوت والموسيقى يعني مو بس الصوت في ملف واحد والموسيقى في ملف واحد لا ها يقدر يعطيك الصوت بروحة والبيز بروحة والآلات الايقاعية او البركوشنز بروحة والآلات الاخرى بروحة مثل واتريات او اي آلات اخرى ممكن هي تكون في نفس التراك فاحنا حين عساس ان احنا نشوف بشكل سريع اخترنا انه بس الفوكلز هو اللي احنا نبي يكون موجود والآلات الثانية كلها تنشال عقب ما اخترنا شلنا نبي يكون موجود نختار الكواليتي اللي احنا نبي او جودة الصوت اللي راح تكون نتيجة هاي الفصل او عملية الفصل هذي الجودة تتراوح ما بين جود وبيتر وبيست طبعا كلهم اوكي بس طبعا البيست هو اللي راح يعطي افضل نتيجة وهو ايضا اللي راح ياخذ اطول وقت في العملية او في البروستس نفسه فاحنا نختار مثلا بيتر انه هاي الخيار المتوسط ونختار طبعا التراك كامل ونقول لها render ياخذ لها طبعا شوية وقت على ما يسوي العملية هذي كلها تخيرون انتم شون اللي قاعد يصيرها حين بس بشكل عام يعني هي العملية سريعة وبشيذي يخلص Rx العملية اللي قاعد يسويها شون نسوي خلنونا نسمع شون نسوي حين شون نسوي شفتو شلون شال الفوكلز بس من التراك نفسه هاي سحر ترى يا جماعة يعني اذا عندك تراكات حابة تسوي لها ريميكس بس طبعا لازم تاخذ البرميشن او الاذن من صاحب الاغنية الاصلية اصاصا انتبعد لا تدخل في مشاكل قانونية مع الشركات اللي هي اللي قاعدة تنتج هاي الاغاني هاي صوت التراك قبل ما نشيل منا صوت الفوكالز بروحة وهاي صوت التراك بعد ما شلنا الفوكالز منا بعد ما صار عدنا الفوكالز بروحهم بها الطريقة نقدر نحن نقول send back فقام رجع لنا الفوكالز اللي عدلنا الى Pro Tools وعشان نخلي هاي التعديلات بشكل دائم في التراك اللي عدنا نقول له render احين صار التراك موجود عندنا بهاي الطريقة في Pro Tools نسمعه وبشذا يا شباب احنا قدرنا نشيل صوت المغني او صوت الغناء من اي تراك ممكن انك انت تسمعه طبعا مثل ما قلت لكم تأكدوا من انكم تخلون بالكم على موضوع حقوق الطبع او الكوبيروات حق الاغنية عساس ما يصر فيه اي مشاكل اما عن طريق اليوتيوب او عن طريق اي مواقع اخرى او حتى الشركات اللي هي نفسها اللي انتجد هاي الموسيقى فان شاء الله عجبتكم حلقة اليوم موصلكم مرة ثانية اذا حبين او اذا عندكم اي استفسار تواصلون معي عن طريق قنوات اللي موجودة قدامكم انا صراحة استنست جدا معاكم في هاي الحلقة واتمنى لكم مرة ثانية عيد مبارك وان شاء الله ايامكم كلها صحة وسعادة اشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة